أهلا بكم إلى التفاصيل وكما جاء في العنوين تشهد العديد من ولاية الوطن أزمة كبيرة في أكياس الحليب المباستر منذ أيام على غرار ولاية سكيكدا حيث أصبح المواطنون في هذه الولاية يخرجون في رحلة البحث عن أكياس الحليب من مكان إلى آخر الأمر الذي تسبب في نشوب مشاكل بين زبائن وبين أصحاب المحلات أمور ندت الارتفاع سعر الكيس إلى الضعف في عدة مناطق محمد حمد رسل التالي يتكلم على ص Juice n 9 تكلم لهم على كبيرة كالت Six عندنا هناك مشكلة كبيرة من الأزمة القليل أندما يتكلم على صquet يقول لك نحليب أنا حتى تخفل الشعب كاملو يعاني على الحليب كي الناس بزاف عندهم لولاد مساكل ملحكوش الكون ديغال يعليهم ومساكلنا في مضرة كبيرة تعل الحليب هذا نحن احتياجاتنا في سكيكدا من الحليب المبسطر التعصاشي المدعم ليتباع بلين وخمسة ما نحتاجه يوميا مباروض مئة ألف لتر يوميا مئة ألف لتر هذيرا ننتجو على مستوى سكيكدا من خمسين ألف حتى لستين ألف يوميا ثلاثة وحدة بتاعنا والباقي ربعين ألف من ربعين خمسين حتى لتلاثين سنجيبوه من عمنا كما تعيش ولاية تيزيوزو منذ أيام أزمة حدا في الحليب ماثر السياء المواطنين الذين أبدوا قول تساؤلات عن هذا النقص وتراجع الكمية التي كانت تصل إلى المنطقة سعيد بليلي رصدت تالي سعيد بليلي رصدت تلك المنطقة سعيد بليلي رصدت تلك المنطقة سعيد بليلي رصدت تلك المنطقة المنتهمون تم توقيفه من قبل عناصر أمن وليتا سكيكدا بعد التحقيقات التي بأشرتها ذات المصالح بعد توقيف 18 شخصا آخرين ينتمون للطائفة الأحمدية منتصف شهر أكتوبر الماضي كانوا يؤدون صلاة الجمعة ببناية ملك لأحد الخواص ببلدية صالح بشعور ممكن من توقيف المعانيين الذين يمثلون باقي عناصر هذه الطائفة بولاية سكيكدا ويذكر أن الزعيم هذه الطائفة يقبع الآن في السجن فيما يوجد البقية تحت رقابة القضائية إلى غاية محاكمة الجميع إلى قسنطين حيث انهار أمس الأربعاء طريق رئيسي لحي روتيار نتيجة الأمطالة تهاطلت على المدينة تسبب في تصدع العمرات والسكنات المجاورة للحي فيما لم تسجل أي خصائر بشرية هذا وتتحمل السلطات المحلية مسؤولية انهيار طريق رئيسي المؤدي إلى جسر سميدة حيث سبق ونعيد إصلاحه بعد حادثة مماثلة قبل سنتين عبدالجليل حندي سرصد طالي جاو دارونا هذا الزنقل وخلونا فهمت احنا الضر راي في الريف فهمت رام السكر رام فيه غبينة كبيرة فهمت الحل التح انهم يبدوا في العشاء غالفي أقرب وقت مش قادين يسنو وش يسنو يسنو تموت الناس ترباطي ما ترباطي ما كاملا ترباطي ما باش صراكي ما تزاير الناس تموت مزيتها تزاير ما هم ساكنين فيها من لنا رام ساكنين رام كيني سكان كين اللي بالعائلات كين اللي كدا فهمتني وين تروح الناس هذه نيشارهم عندها مدة منهار خدموا الطريق هذه قفلت قريب وخنصور بعين رجال اللي يقفلها وهضرنا معاهم من أجل كون مشياء في النص وين دلها منين تخرج دال كاريته ورح واحد ما جاء واحد ما سقسع للناس دال تشوفوا بعينكم هاي اللرض تعالوا مراي هفتة كاملة دوك منهار قفلوا حاشاك نحاو هدوك نسكوك الطريق هذه كاملة من تمو بدل ما يتعمر لكاف هذا اللي من هنا تعمر فيه المات تعمر 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 حتى تفل لك كي تفل لك تحصر هدك سعر المس من هاي من تمو هي اللي بدأت تسهبط بدأت تسهبط بدأت تسهبط حتى داروا هدو الانشيقات وهدو الوحيد اللي فيه في الحياة إلى غربي الوطن أشرف السيدة المفتش الجهوي للشرطة الغرب رفقة رئيس الأمن الولائي لولاية وهران والسلطات المحلية على حفل تسليم مفتيح سكنات سهمية لفائدات اثنين وسبعين موظف شرطة بحي السلام اثنين بولاية السعيدة كما أطلق على الحي اسم الشهيد عمر براهيمي محمد عمراني رصد التعليم وإن شاء الله العملية والعمليات متواصلة على انحاء تراب الوطني لتلبية ولتوفير أكبر عد ممكن من السكنات بهذا المناسبة السعيدة نشكر السيد رئيس أمن الولائي والسلطات المحلية اللي كرمونا في هذا اليوم المبارك وسلمونا مفاتيح سكنات احنا مستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية 72 ساكن بولاية سعيدة نشكر المدير العام سيد اللواء المدير العام الأمن الوطني تم اليوم تسليم مفاتيح سكنات التساهمية لفائدة 72 موظف شرطة على مستوى مصالح أمن الولايات سعيدة وهذا تحتاج إشراف السيد المفتش جهوي شرطة الغرب بحضور السلطات المحلية والأسرة الثورية وتم بالمناسبة تسمية هذا الحي ونحن نعيش في حال شهر نوفمبر شهر الشهداء شهر الثورة شهر هذا الشهر المبارك تم تسمية الحي باسم الشهيد إبراهيم في موضوع أخر تتواصل معاناة بناء الريف بولاية التيارات خاصة منهم التلاميذ المتمدرسين بالمدارس الابتدائية والتي يتنقلون لها مشيا على الأقدام قطعين عشرة الكيلومترات بسبب عدم النقل المدرسي في ظروف تزداد صعوبة في مثل هذه الأيام التي تتساقط فيها الأمطار يقول دياربان داوت هكذا وكل سباح يتكرر سيناريو المشي على الأقدام لعشرات التلاميذ من أبناء الريف ببلدية توسنين بيتيار هذه الشريحة من الطفول تتقاسم مسافة يومية يقطعون خلالها عدة كيلومترات في ظروف صعبة يزيدها تعقيدا الظروف المناخية في ذل غياب النقل المدرسي قمتعا خافوا منها في الشتنقاس وبل بزاف البيدان المطار السباح يتقطعوننا دائما عندنا هذا ظروفنا سيئة جدا الطريق مش مخدمة مثلنا تتمنى والسلطات العليا أن يساعدونا في هذا نحن أولادهم كيما رأيهم عندهم أولاد ثاني يتمنى ساعدونا كيما رأيهم يساعدوا في الناس الأخرى هو ذهاب وإياب كل يوم انعكس سلبا على التحصيل الدراسي لهؤلاء التلاميذ كما أصبحت عدة مخاطر تهددهم وسط طرقات مهترئة وموحلة ترسم معاناة تلاميذ الريف وصولا إلى مقاعد الدراسة نتغيبو بزيف بزيف ونضيعو دروسنا هكما نقدروش نربحو السيزيام يو لازم تعاوننا بالنقل هاتش احنا الطريق رح يمغررسها وبطينا نوصلو نوصلو لديارنا نبكو نعانو بزيف بزيف نعم تماشى وثلاثة كيلو صباح وثلاثة كيلو شي ويتلقىونا خلاف في الطريق دائما دائما تلقىونا خلاف اتصالاتنا بالمسؤولين لبلدية توسنينة اثبتت غيابهم كغيابا نقل المدرس الذي بات حلما يصب إلى تحقيقه هؤلاء التلاميذ الذين رافقهم تلفزيون النهار وعاش معهم احدى اصعب يومياتهم وصولا إلى المدرسة وبهذا مشاهدين ننهي اخبارنا المحلية يمكنكم متابعة نشر مجددا واخبار اخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة اسفل